من أحكام الحج سين ما الشروط التي يجب بها الحج؟ جيم شروط وجوب الحج خمسة الشرط الأول الإسلام وضده الكفر فالكافر لا يجب عليه الحج بل لو حج الكافر لم يقبل منه الشرط الثاني البلوغ فمن لم يبلغ فلا حج عليه ولو حج صح حجه تطوعا وله أجره فإذا بلغ أدى الفريضة لأن حجه قبل البلوغ لا يسقط به الفرض الشرط الثالث العقل وضده الجنون فالمجنون لا يجب عليه الحج ولا يحج عنه الشرط الرابع الحرية فالرقيق المملوك لا يجب عليه الحج ولو حج صح حجه تطوعا وإذا اعتق وجب عليه أن يؤدي الفريضة لأن حجه قبل أن يتحرر لا يجزء عن الفرض وقال بعض العلماء إذا حج الرقيق بإذن سيده أجزأه عن الفريضة وهذا القول هو الراجح الشرط الخامس الاستطاعة بالمال والبدن ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم فإن لم يكن لها محرم فلا حج عليها والله أعلم